حتى ربنا سبحانه وتعالى برضو قال على لسان رسوله الكريم سلاس لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم أخص الصائم حين يفطر الصائم حين يفطر ده واضح ان الصيام والشخص الصوام ده ليه منزل عند ربنا سبحانه وتعالى كبير اوي زائد الميزات اللي هو بيستفدها وبياخدها من صحته النفسية وصحته الجسدية حتى يمكن احنا يعني حتى بعد مرور 1400 سنة من نزول الرسالة بنكتشف في العلم الحديث فوائد الصيام يعني كنا نسمع كلمة سوم وتصحه سوم وتصحه كلمة قالت من 1400 سنة ولكن في العلم الحديث الحقيقة احنا بنستفيد من نزول الصيام ده لحد النهار ده بنكتشف أهميته لصحتنا النفسية والجسدية بعد مرور الوقت احنا يمكن اول ما فرض علينا الصيام ما كناش فهمين في ايه يعني احنا بنصوم ليه لكن كلما بيمر الوقت كلما العلم الحديث بيثبت قد ايه الصيام ليه فوائد كتير يعني مثلا احد الاطباء زي مثلا طبيب السويسري اسمه بارسيليوس ده احد الاطباء السويسريين كان قال جملة جميلة قوي قال فائدة الجوع خلي بالك فائدة الجوع تفوق بكثير استخدام الادوية ايه ده يعني انت عايز تقولي يا دكتور وليد ان الصيام ده ليه فوائد يعني او تجويع النفس ليه فوائد ممكن نستفيد منها اكتر من الادوية يعني بارسيليوس ده احد العلماء الكبار في عالم الطب والتغزيع لما قال الجملة دي قالها بعد يعني بعد شغله وبعد ابحاث كتيرة جدا اكتشف ان فترة الصيام او فترة التجويع ديت بتبقى ليها اثار مهمة جدا جدا اكتر من الادوية لان حتى الادوية بتفيد اه ولكن ليها اثار جانبية مواد الكيميائية بيباليها اثار جانبية عشان كده قالك فائدة الجوع او فائدة التجويع تفوق بكثير فائدة استخدام الادوية اشتركوا في القناة